من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره فنعوذ بالله تعالى لشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام البخاري رحمه الله على في مطلع صحيحه من كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها فكنت أراه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا الفصد وقطع العرق فينهامر منه الدم تشير إلى شدة عرقه صلى الله عليه وسلم في اليوم الشادي على خلاف العالم إذا نزل عليه الوحي وفي الصحيح أيضا من حديث زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا نزلت الآية أول مرة وكان في المجلس ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال يا رسول الله لو استطعت أن أجاهد لجاهدت قال زيد وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ فنزل قوله تعالى غير أول الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله قالت فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن ترد فخذ أي تتفسخ من ثقل ما يوحى إليه وروا الإمام أحمد والبيهقي في دلائل النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد ورواه إسحاق بن راهوي في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث معمر ابن راشد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تضرب بجرانها على الأرض جران الناقة اللي هو بطن العنق تعرف الجمل إذا برك على الأرض وأحب أن يستريح يوم يمد رقبته على الأرض فباطن العنق هذا هو الجران فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يركب الناقة أو يركب دابته ويوحى إليه لا تستطيع الدابة أن تحمله كانت تبرك وتضرب بجرانها على الأرض من ثقل ما يوحى إليه وفي الصحيحين من حديث عائشة أيضا وهو حديث الإفك طويل قالت لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت عائشة بعد كلام فما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أخذه من البرحاء أي العرق الشديد ما يأخذه إذا أوحي إليه ونزلت الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها وهي تقول وهذا من ثق لما يوحى إليه وروا الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء ومن حديث عبد الله بن عمر بن عاص وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أركب ناقته فنزلت سورة المائلة كلها هذا الحديث في إسناده مقال قال فدق عضد الناقة ولم تستطع أن تحمله عليه الصلاة والسلام فنزل عنها هذا مع أحاديث أخرى كله تعضيضا لقوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهذا الوحي الذي جاء لحياة القلوب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأن حياة القلب لا تكون إلا بالوحي المنزل لأن الوحي لا يكون إلا في مقابله الهوى إذا لم يكن ثمة وحي فلا يوجد إلا الهوى والهوى يهوي بصاحبه قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك هذا هو الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هذا هو الهوى قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هذا هو الوحي واتبع هواه وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هذا هو الوحي ولا تتبع لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فليس إلا ثمة وحي وهوى فالذين يعرضون عن الوحي إنما يتبعون أهواءهم فحياة القلوب كما سمعتم في آية الأنفال إنما هي الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمان استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب إذا كان الوحي فعلا هو حياة القلب فما وجه ثقله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ينبغي أن تعلم ابتداء أنك عبد ومعنى عبد يعني لك سيد آمل وأنك ما خلقت سدا ولا عبثا وأنه يجب عليك أن تحقق العبودية لله في كل نفس ليس كما يتصور كثير من الناس بالفهم القاصر في فهم قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن العبادة هي الشعائر والصلاة والصوم والحج والكلام لا العبادة تستغرق عدد الأنفاس ففي كل سكنة وحركة أنت عدد وفي كل صفة وضدها عبودية أنت 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 استيقظت من نومك في عبودية لاستيقاظ أردت أن تنام في عبودية للنوم أنت جائع في عبودية للجوع أنت شبعان هناك عبودية للشبع أنت فرحان عبودية أنت غبان عبودية أنت قائب عبودية أنت جالس عبودية فالعبودية تستغرق حياتك كلها فإذا لم تحقق العبودية خردت من إسلاخها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لماذا هي سجن لأنك مقيد بأوامر ونواهي أنت نفسك وحلمك الكبير حلمك الكبير أن تكون غني ممكن تبقى غني بأنك أنت تشتغل بالربع لكن الربع حرام تقطع الطرق على الناس وتقتلهم وتأخذ أموالهم لكن هذا حرام ترتشي ولكن هذا حرام أنت شاب ملآن من الفتوة عاجز عن الزواج لكن الزنا حرام مسجون يعني اللي بيدخل السجن بيعرف أن بيقضل في الزنزانة معظم الوقت وعلينا يفتحوله ربع ساعة فسحة نصف ساعة فسحة على حسب بقى إدارة السجن تفتح له نص يوم أو ما تطلعوش خالص فالدنيا سجن ليه إذا قيسك بالآخرة الآخرة ليست سجن إنما هي متعة لماذا ليس فيها سؤال والسؤال من جملة الذل أي كان والأصل في السؤال الحرم إنما شرع للمصلحة الراجحة قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن تبدس حتى تتعلم وإلا فالأصل في السؤال المنع لا يجوز لك أن تسأل إلا الله ولكن أبيح لك أن تسأل عن بعض الأشياء من باب المصلحة الجنة ليس فيها سؤال ما تتمناه تجد فأنت إذا قست الدنيا وما فيها حتى من متعة لا تواها إلا سجن لأن كل متعها مبنية على الحرمان ولو نزع الحرمان منها لما شعرت بمتعة أبدا فواحد ممكن يقول كيف يكون الحرمان متعة أقول لك أنت لما تخرجت من الجامعة ما هو أقصى أمانيك بس خليك يعني واقعي في الطلب يعني لا تحلق بجناحي أقصى أمانيك يكون عندك مسكن والطين وصار وتتزود وبالك دخل طيب نلت ما تمنيت وبعدين ناجح في عملك بدأ توفر أموال دائما تتطلع إلى الأعلى بدل ما أنا ساكن في حي شعبي عايزة أنتندقل لحيراقي بدل ما أنا ساكن في الطين وصار عايزة أسكن في أربع وصار بدل أربع وصار عايزة أسكن في فيلة مثلا طب فيلة بجنين وبتتدي تتطلع أنك أنت تحقق هذا الحل قد تعجز في بلدك أن تحقق هذا تهادر وتشهل عشرين عاما مثلا في الخارج إذا حصلت على ما تمنيت تبقى ما بتنمشي الليل بس كنت بها في شاءة تمليك في حي راقي تلضى بطول الليل عمال تلف في الشاءة فرحان ما هو سر فرحك يا ترى أنك كنت محروما منها رس بدلت السيارة بتاعتك بسيارة أفخم منها فرحان وانت ماشي لو سيارة يعني فخمة يعني مما ينظر إليها يعني تبص ليك عمال تبص في المرات وتبص تشوف الناس بيعلق ويقوله ايه او لسه بصين عليك ولا لا ها اذا كانوا لسه بصين عليك او واحد بشور كده وارتاع واشعرف انت بغطبط في نفس كده وفرحان ليه كنت محرومة فكل متعها مبنية على الحرمان لو نزع الحرمان منها راحت متعتها اي دنيا هذه فالدنيا سجن المؤمن اه لنه لا يستطيع ان يفعل ما يريد ان فيه اشياء محرمة لا يستطيع ان يفعلها حتى لو تمناها واشتهاها الحافظ ابن حجر العسكلاني احد ائمة الحديث الكبار والفقه وهو مصري مما شرفت بهم مصر في القرن التاسع الهجري وهو صاحب قاموس السنة وافضل شرح وضع على صحيح البخاري الا هو اكتف فتح الباري شرح صحيح البخاري كان ابن خلدون زمان يقول شرح البخاري دين في عنق الامة فلما شرح الحافظ ابن حجر العسكلاني كتاب البخاري في هذا كتاب الماتع الكبير قالوا سقط الدين عن الام وقيل الشوكاني الا تشرح البخاري قال لهم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح يشير الى فتح الباري كتاب كتاب ممتع حافظ حجر نفسه في اول حديث كنفسه في اخر حديث ظل يؤلف في هذا الكتاب ربع قرن كامل 25 سنة يؤلف في هذا الكتاب ومقدمته في مجل ظل فيها خمس سنوات في المقدمة الوحدة وكان كبير القضاء مش عايز اقول قاضي القضاء لاني قاضي القضاء فيه يعني العلماء متكلم فيها انها تسوي ملك الملوك او الكلام دهوت وفي ناهي طبعا زي شاه شاه الكلام كان كبير القضاء في مصر السلطان كان احضر مجالسه وكان اذا اراد ان يسافر الى بلد يصطحب معه الحافظ ابن حجر وكان اذا ذهب الى مجلس كبير القضاء فمر من المرات الحافظ من حجر خرج من بيته وهو ذهب الى المحكمة الى القضاء يعني وكان فيه واحد يهودي جربان كده مهدوم مقطع قاعد على ناصية الشارع وطبعا حافظ من حجر يركب يعني يعني فرصا مطهما كده عليه بردعة محترمة يعني وقدامه بقى ايه كم حمار وورا كم جحش يعني اللي هو الاباها بقى اللي هو تسوي النهار دا المتسكلات والعربيات والسارينات ومش عارفين الكلام دا يعني موكب مهيب يعني فاليهودي اول ما شايف الحافظ من حجر امقايم على طول واخترك الصفوف وامسك بالجام البغل وافضل قال له انا اريد وان افهم يعني نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف طب انت هو وانا هو انا قاعد على رصيف وهدوم من الطعام وانت راجب على فرص مطههم فالدنيا بتعيدكم منتم مش بتعيد نحن فما وجه هذا الحديث فقال له الدنيا سجن بالنسبة لما ينتظروني من النعيم وهي جنة بالنسبة لما ينتظرك من الجحيم خلاص حط مقطة وسيب اللي جامل بغلب فالدنيا سجن المؤمن اه لا يستطيع ان يفعل ما يريد ليه لانه عبد متكلبش بالوحي والوحي الذي اعنيه في هذا الكلام هو القرآن والسنة كانت السنة توحى الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يوحى القرآن واجمع العلماء على ان تفسير خوله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ان الذكر قرآن وسنة ليس كما يتصور بعض الناس الذكر قرآن فقط لا لانك لا تستطيع ان تفهم القرآن الا بضميمة السنة وان لا لو افتى رجل وان لك السمك حرام هتعمل في ايه هتطع لديله وشواربه ها ده اذا كان ارموت ها وتسيبه كده ايه وتسيبه وتلعبط كده الواحد ليه عملت فيه كده لان اجمع الجميع ان السمك حلاب طب ازاي والسمك ميد مش كده والله عز وجل اللي يقول فرمت عليكم الميد وان يعني فهمت ان احنا في مغرب كليلت حقوق اه فاعتقد في كليلت حقوق اعتقد جزء من اصول الفقه مش كده طيب جزء من اصول الفقه عندنا العموم الاف وصير عندنا الالف واللام من سير العموم ما ومن من سير العموم الاسماء الموصول الذي والذي واللاء والذين كله من اسماء العموم من سير العموم عفوا الالفظ جميع وكله معاشر والكلام ده كله من سير العموم اي انه يشمل كل مفرداته ادي معنى العام الذي يشمل كل مفرداته فلما انا اقرب الاقي اسم جنس محل بالالف واللام ده يفيد العموم ده الاصل ولا تنتقل الالف واللام الى العهد الا بقريمة فهنا شرمت عليكم الميتة ادي الالف واللام مع الميتة اسم جنس اهو يبقى تفيد العموم كل الميت ما فيش استثناء لا سمك ولا جراد ولا كلمت والدم اهو اسم جنس المحل بالالف واللام يبقى كل عموم الدم مش مستثنى للكبد ولا اتخاذ طيب انا لو خدت القرآن لوحده كده دون ان اضم السنة يبقى انا احرم السمك ولا لا احرم احرم الكبد ولا لا احرم لانه دم ها لكنه دمه متجمد فيبقى لا استطيع ان اخذ القرآن الا بضميمة السنة لأجل هذا قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه فلا يتم البيان الا بالسنة لان كثير من آية القرآن مجملة تحتاج الى بيان واللغة وحدها لا يمكن ان نفهم مراد الله من اللغة وحدها ابدا لان مراد الله عز وجل اكبر من مجرد اللغة في صحيحين من حديث المسعود لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون برضو قاعدة اصولية انا براجة معاكم عشان الجماعة اللي بيدرسوا اصول ثقوة اللي حاجة اذا مرت به حاجة اذا كده مش عارف اذا كده ياخدها قاعدة عندنا في العربية وفي اصول الفتر النكرات اذا جاءت انا على فكرة مش هقلبها دارش علمي انا بس امر بس امر الكرام وهارجع لي سبب ثقة للوحي عشان بس مش حد تصور ان انا طرحت السؤال ثم نسيد الجواب سأرجع الى الجواب النكرات اللي هي منزعة الالف واللام الاسم اللي ما فيش فيه الالف واللام اذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم خلاص يبقى عندي الذين آمنوا ولم لم دي نافيه خلي بالك من النكر اللي جاي بعد كده الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يبقى ظلم هنا ايه نكر الصحابة الصحابة لانهم عرب اقحاح لم تختلط العجمة لا بعقولهم ولا بألسنتهم اول ما نزلت الآية انزعجوا ليه لاني لم يلبسوا ايمانهم بظلم اي ظلم كان اي ظلم حتى ما لو كان كالذرة او مثقل الذرة طب من فينا لم يظلم من فينا خال من الذنب والظلم لا احد اطلاطا يبقى احنا كل ايماننا مخدوش الصحابة انزعجوا لاجل هذا فجاءوا فقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم كلنا كلنا هذا الرجل يبقى رجعوا الى اللغة في فهم القرآن وانا يقر في السياق النافذ في العموم ما دي لغة فرجعوا الى اصل اللغة عندهم اينا لم يلبس ايمانه وظلم قال ليس كما تفهمون اي ليس الذي فهمتموه من مجرد اللغة هو مراد الله الم تسمعوا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم العظيم فهذا هو الظلم خلاص يبقى خرج اللفظ مخرج العموم ويراد به خصوص الشرك دون سائر انواع الظلم يبقى اللغة وحدها لا تكفي في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى يبقى اذا لا بد ان تضم السنة الى القرآن اذا تفسير الآية انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الذكر قرآن وسنة لازم تاخدهم مع بعض واحد يقول القرآن الاول واعدين السنة رقم اثنين اقولك لا السنة درجات في سنة لازم تاخدها مع اللفظ القرآن الاثنين مع بعض وفي سنة تيجي في الدرجة التانية الى سنة التشريعية اللي هي بتنفرد بتشريع الاحكام اللي مش موجودة في القرآن لكن السنة لابد ان تاخد مع القرآن لاثنين مع بعض اذا كانت مبينة لمجمله ها طيب يبقى الوحي الذي أعنيه قرآن وسنة اذا كان الوحي هو حياة القلوب كما سمعتم وجه ثقله انه سجن دي نمر واحد نمر اثنين انك به تكون عبدا والعبودية متعة لا يعرف متعة العبودية الا من جربها انا اقول لك حاجة عجيبة وقعت لي وانا ذقتها فترة من فترات كنت اصلي على كرسي فكنت اصلي ايمان بصلي براس وفي الربع السجود لم يكن للصلاة طعبا لأنني حرمت من وضع جبهتي على الارض والله العظيم متعة انا لم اعرفها الا بعد ما حرمت منها نزلت اصلي على الارض وتعود على الارض بدل معج الكرسي عشان اسجد طب هذا السجود هو قمة الظلم لأنك تضع اشرف ما فيك الاثنين دول اهو موضع نعلك وموضع نعال الناس رح تصلي في المسجد مكان اللي انت سجدت فيه واحد مش فيه برجله وهذا اشرف ما فيك النبي عسى صنقال امرت على سبعة ارام الاربلة الاعضاء ادي الجبهة والانف واحد واليدين دول والركبتين والقدمين ادي السبعة اشرف ما فيك الجبهة دي وهذا الانف عشان كده الانفة مأخوذة من الانف والانف والانف بارز عن بقية الوجه وكل من واحد من اخير يتبقى كبير شوية دل على شرفه دي ما فيه وما فيه ولذلك الجمع يقدر عصلك معه شد الحبل من الولد ها فالانف فيه دلالة على الشرف والانفة فيه عندنا راوي من رواة الحديث احد مشيخ احمد والبخاري اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني ويكن باب عاصم النبيل وهو بيكنيته اشهر منه باسمه يعني دايما تليه في الاسانيد حدثنا ابو عاصم النبيل ليه اسمه ليه لقبوه بالنبيل حك روايات يعني الذي يعنينا من الروايات دي انه كان كبير الانف فتزوج امرأة فدخل بها فلما اقترب من وجهها قالت له نح ركبتك عن وجهي اه ده انف ده بطيخة ده ولا ايه نح ركبتك عن وجهي قال لها هذا ليس ركبة هذا انف ببساطة كده هذا انف ها فلقب بالنبيل لضخامة انفه ده احد ايه احد الروايات في تلقيبه بالنبيل رواية تانية انه كان له هندام رواية تالتة انه ذهب الى مالك وهو قاعد مع الامام مالك في المسجد في حلقة التعليم قالوا الفيل تعرف الفيل زمان كان حاجة املا يعني في المش في الشارع فالحلقة كلها ثابت مالك وطلعت ايه تتفرج على الفيل ابو زلوم ها الى مين الى ابو عاصم هذا فقال له مالك لما لم تخرج معهم فقال له لا اجد منك عوضا فقال له انت نبيل ف اشتهر بهذا اللق يعني الشاهد يعني ان الانف ده فيه دلال على دلال على النبل والمروء والانف والكلام هذا الانف لو اشرف ما فيك مع الجبهة انت بتحطها موضع نعلك وموضع نعال الناس يعني معناها كلما وصلت الى قاع الذل ركبت مركب العز قال تعالى فاسجد واقترب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اي في حال كمال ذله يبقى الذل والمحبة يتناسبان تناسبا عكسيا كلما نزلت الى قاع الذل تسنمت ذر الشرف وهذا لله عز وجل وحده دون احد من خلقه له كمال الذل الذي به تستحق كمال الحب وكمال القر هنا لما الانسان يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يحققها الا اذا رجع ادراجه الى الوحي وذلك الصحابة كانوا حريسين جدا على هذا الوحي في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حديد ابيرو بن عباس عن عمر يعني رضي صحابي عن صحاب قال لما رجع كنت مع امير المؤمنين عمر ابن الخطاب في سفر فتنحى عمر فقضى حاجته وجاء فسكبت عليه وضوءه فقلت له يا امير المؤمنين اني منذ سنة اريد ان اسألك عن شيء فتمنعني هيبتك ان اسألك قال ابن اخي اذا علمت ان عندي شيئا فسلني ولا تستحيي فقال من المرأتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل فيهما ان تتوب الى الله فقد صغط قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن عباس انهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوق قال كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار من بني امية بن زيد ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته اخر النهار بخبر الوحي او غير ذلك كان عمر حريصا هو جاره من انصار على ان لا يفوته شيء من النبي عليه وسلم فعملين نبط شيء عمر الخطاب ينزل الشغل بتاعه يبقى الانصار جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نزل ايه يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم سؤل سؤال يعرف السؤال والجواب وعظ موعظة يحفظ الموعظة ويذهب الى صاحبه يقول له نزل النهار من الوحي كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكان فيه مشكلة وقضى فيها بكذا وكذا كذا يعني دل تقرير عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال كنت أنزل يوما فإذا نزلت آتيه لخبري ذلك اليوم من الوحي وغيره وهو إذا نزل فعل مثل ذلك وفي مقدمة سنن ابن ماجه بسند صحيح عن جنب ابن عبد الله البجلي رضي الله قال تعلمنا الإيمان العز الأبنائي وأخواني يخلوا بالهم من الأثر القادم لأن هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان إذا تعلم الإيمان كان سابقا على تعلم القرآن لذلك لم يكن هناك أي اعتراض على كلام الله لذلك لأن الإيمان سابق كل من يجيل آية يقول له سمعنا وأطعنا لأن الإيمان متقدم بخلاف ما إذا كان القرآن متقدما على الإيمان قال قال ابن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن وإنه يجيء أقوام بعدنا يتعلمون القرآن يشربونه شربا ماء يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده يقيمون حروفه التجويد يعني تعد تتقعر عشان تجيب الحرف دي حروف القرآن أين حدوده يعني مرة واحدة كانت بتعلم أخوات الاستعاذة فغابت تلت ساعة تعلمهم كيف يخرج حرف العين من الفم طبعا الهنزة دي مرقاقة فهي تقول لهم يلا أقولوا أعوذ بالله إن شاء الله واحدة مثلا من العوام تقولوا أعوذ بالله تقول لها لا مش أعوذ 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 تلت ساعة أعوذ خلاص ونمر على آياء مرور الكرام ولا نعرف ماذا يريد الله مننا أنا لا أقلل من التجويد بس أنكر التقعر فيه لا سيما إذا كان على حساب حدود القرآن وهذا هو الذي أنكره ابن عمر يقول يقيمون حروفه يعرف الحرف جاي منه وطلع منه من لغليه ومية مية وما فيش بعد كده والكلام ده وبعدين إذا نظرت إليه في العمل وجدته ينحن أعرب في المطق ولحن في العمل طيب ما هو الفرق بقى مبين أنك تتعلم الإيمان الأول والقرآن تتعلمه بعد كده أو تعكس الصحابة تعلموا الإيمان أولا تعلموا الإيمان أن تسقط الاعتراض على خالقك رأسا قد الإيمان لا تعترض وتبادر إلى ما أمرت به شوف السمنون بن أحمد المحب سمنون المحب لقب أبي المحب عشان كثرت كلامه في المحبة يقول ودي أبياد بتعجبني أوي وكل ما أجل المعنى هذا لازم أقولها بصراحة أحبها جدا لأن معناها جميل ومنتزع كمان من قرآن يقول ولو قيل في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك أنا معرفش سمنون ده كان بيجي بالكلم ده ازال بينحاته بنحت يقول لو قيل لي طأ حط رجلك في النار طأ من التوطئة وذلك موطأ مالك اسم الموطأ ليه لأنه وطأه للناس وسهله وذلله هذه معنى كلمة الموطأ ولو قيل طأ حط رجلك في النار في النار سأضعها في النار بشرط أعلم أنه رضا لك لأنه لو أنت يرضيك أن أنا أحط رجلي في النار سأحطها في النار أعلم وأنه أريضا لك بلا شديد الجايز تكون بعيدة للمناب أو مدن لنا من وصالك يعني هيقربني من فقط لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك بس مجرد أن أنا مريت على خيالك أنا على السادة أحط رجلي في النار ويقول الآب ولو قيل لي مد مدت سمعا وطاعة وقلت لداع الموت أهلا ومرحبا بس يقول لي موت بس مد هموت سمعا وطاعة لك ده رغم أن الموت مكروه مش حد يحب الموت لا ولي ولا شقي كلنا يكره الموت كلنا عائشة أرضي الله عنها كلنا يكره الموت حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء من كره لقاء الله كره الله لقاء قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت أنا لسا بقول من صيغ العموم لفظة كل مش كده كلنا لم تستثني أحدا فلو كانت هذه الكلية مخترقة أو مخصصة بأحد لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة ليس كل الناس يكره الموت بعض الناس يحب الموت أما وقد سكتا ولم يعقب على هذا دل على الإقرار أنه يكررها على هذا وقصة موسى ومالك الموت معروفة لما نازل موسى ليسموا الحديث الصحيحية وفيش أي مشكلة وأقوى من هذا الحديث الشهير الذي يحفظه القاصي والداني وانفرر البخاري بتخريجه دون بقية العلماء حتى مش موجود في موسى أحمد مع ساعته حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب في هذا الحديث يقول الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روحي عبدي المؤمن يكره الموت أو النص صريحة يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه خلاص يبقى كلنا يكره الموت دابعو الباقي ولو قيل لي مد مدت مدت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا كلام سمنون أنا قلت لكم إنه منتزع من القرآن من قوله تبارك وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صلاة مستقيمة طيب قتل النفس وحق قالك أمر أقتل نفس تعمل إيه ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله عشان تعرف الصحابة لما تركوا ديار أم ملاعب صباب وهاجروا من مكة إلى المدينة بكتش مجرد خروج من الدار ده يسوي القتل عشان تعرف تضحيات الصحابة مش مجرد واحد خرج من داره وانتهينا لا فإذا الإيمان يقتضي ترك الاعتراض جملة واحدة ايه المشكلة اللي عندنا احنا كهذا الجيل والأجال التي سبقت والأجال اللاحقة الاعتراض على الله ورسول كل حاجة لماذا في بعض النصوص لا يجوز أن أو لا تستطيع أن تصل إلى علة إلا المتابعة فقط زي تقليل الحجر أنت بتقبل حجر ليه إذا شغلنا دماغنا ها أقول لك لا ينبغي تقليل الحجر ليه قال لك مش كفافيه أصنام والأصنام دي من حجارة فالمفترض أن لا يكون هناك حجر معظم لا سيمة مع بداية الإسلام صح ولا غلط فلما ييجي حجر يعظم ويقبل هتبقى فيه شبهة إن حجر معظم حد ممكن يرجع للأوثان وقول لك حجر مكرم وحجر معظم فكان سد الذريعة يقتضي أن لا يكون هناك حجر معظم في الإسلام زي ما كان الصحابة ممنوعين من الكتابة على في الصفحة اللي فيها كلام الله عز وجل للقرآن حتى لا يختلط التفسير بالقرآن والكلام له كذلك سد الذريعة كان يقتضي أنه ما كانش يبقى في حجر معظم في القرآن في الإسلام ده أنا لو إيه؟ لو شغلت النادي عمر بن خطاب المحدث الملهم كما ورد فيه الأحاديث الصحيحة يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تدر ولو لأني رأيت بصول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك فجعل العلة هي المتابعة فقط فيش غير كده سعي بالنصفة والمروى والرمن مثلا والجري بين العمودين الأخضرين في بطن الوادي والكلام ده كلهم أنت بتعملوا ليه؟ تروح ترمي الجمرات أي يعني؟ تعملوا ليه؟ الجماعة اللي كانوا يدوروا في رمي الجمارة على علة ضرب العمود بالشبش أنا شفت واحد حضن العمود أيام زمان يعني قبل لما كان الرمي الجمار مقتلة يعني حضن العمود وبالشبش بعمل الدين طبعا أفاور من الرمي ها؟ يعني هو الذي كان يرجم الناس عمالية يترجو فيه وهو بعمل يضرب بالشبش في العمود طب ده يعني انت متصور العمود ده ايه يعني؟ هو ده الشيطان ها؟ ده بدور على علة فاكر أنه ده الشيطان لا القصة ما فيش علة إلا المتابعة لا أكثر ولا أقل ففي بعض النصوص اللي العلماء يسموها لا معقولة المعنى ملهاش علة إلا المتابعة حتى لو كان في علة لا يجوز لك أن تعترض تسأل عن العلم من باب أنك انت تزداد إيمانا بس لكن لا تعترض الإشكال عندنا احنا في الجيل بتاعنا كثرة الاعتراض على الوحي يعني مثلا طلع واحد من إياه ضبور خامس اللي بقول لك ربنا ما تكلمش أنا ألف ورمعين ثاني واللي قال لك السنفين عقورهم ظلمة ومش عارفين تعرفين يا حياة جمل واتكلمنا ودونا كلها تكلمت وتعوا ربنا لو نزل ما يخدش السمعين والمئة ولأخد سمعين وحد ربنا والكلام العاك اللي قال لك من ضب الكلام قال لك ربنا بقاله ألف ورمعين سنة ما بتكلمش ما هني اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله نزل متكلمة لكن هو لو قال أن الله عز وجل من ألف ورمعين سنة لم يوحي إلى بشر يبقى الكلام معقول لكن كلامه لو القرآن ماضي إلى يوم القيامة بيبقى تكلمش ازاي ده وأمثاله لما بيتكلمه بقى فيما تعلق بالوحي المنزل من أكثر الناس اعتراضا على الوحي المنزل سواء كان قرآنا أو كان سنة طب هل عايز أقول لك حد السرق مش هقول لك الرجل عشان الرجل الجمعة لم يقول لك ايه لا أزاي بقى في رجل وعقوبة مغلصة وما جاتش في القرآن والكلام طيب يا اللي بتقول لك القرآن حد السرق نسخ آبدا فيه بن آدم في الدنيا قالوا لأن حد السرق نسخ ولا الحد ده تعطل العمل به آبدا ما فيش مسلم تفوه بهذا لماذا يطبق هذا الحد يقول لك بقى كلنا كده تتطع ايدين يعني انت بتقر وتعترد ان المتمع مجموعة من المصوص ما هو الحل كنا احنا سنكفى المحاكمات دي كلها لو ايد واحد اتقطعت ايد واحد بس اتقطعت وكانت الايد لما بتقطع تعلق في راقبة السادة كمان تعلق شوية كده واحد ايه تدفل ويه اليد معروف انها تقطع من هنا من الرصغ يعني فتبقى معرة تخيل بقى لما كل واحد تقابله مقطوع من هنا يبقى ايه يبقى حرامي ها تبقى معرة ده انت عارف المعرة دي لا يتحملها حتى الذين دخلوا الجنة طب الجنة فيها معرة اقول لك على قريتهم كده الجبهة بتاعتهم الجهنميون الجهنميون يطلبون من الله عز وجل ان يزيل هذا الاسم عنه يعنيوا في الجنة بس مكتوب على قريته ايه الجهنميون فمش عايز بقى تميز عايز بقى زي بيت اللي ساكرين في الجنة فيطلبوا من الله عز وجل ان يرفع الايه الاسم العامي في الدنيا بقى المعرة العار يعني فلو قطع يد واحد فقط مش هتلاقي لس ابدا لكن انا لما يسرع وودي المزرعة طب ما هو بيأكل فراخ مشوية كل يوم انا يا لبرة حر طليل اطيره بجناحي مش لاقي الكتكوت ها هو بيدخل له الاكل الساخن يومية ليه ما يطلعش حرام تاني ايه الخسارة اللي حصلت له بالعادس استراح من مراته وعياله ها بدل واجع القلب وواجع الدماغ والكلام ده وياده وقعد ياد قوم ياد اخره بياده ومراته عمالة 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 سين وجيم والكلام ده استراح من خلاته خلاص في واحد دخل السجن وطبع تايب من السجن الا ما ندر لا مش القطة السمان الكبار لماذا لم يطبق هذا الحد وده لم ينسخ اه على الاستفام قد كده خلاص لم تطبق الحد استحمل الخراب باختصار يعني وهذه العقوبة ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك يعيش في الضنكة والعم طالما انه اعرض عن الذكر الذي انزله الله عز وجل حد الرجم حد الرجم هذا من السنة العملية المتواترة اي تواتر العمل بها بغير نكير وحد الرجم خاص بالزاني المحصن اي انسان متزوج مش لازم يكون زنة يكون متزوجة حال زناه بس في بعض الناس فاكر ان لو لو واحد تزوج وطلق ما يبقاش محصن لا هو اذا دخل بمرأة ايا كان بقى طلق او المرأة ماتت او المرأة معاه ده اسم زاني محصن على عكسه البكر الزن المحصن اذا زنة فان كان الرجل او المرأة يحفر له في الارض حفرة ويدخل نصفه السفلي في الارض وينجم بالشجارة في رأسه حتى يموت عمر بن خطر رضي الله عنه كما في ساحل بخاري في كتار الحدود تنبأ ان في جماعة من الجماعة اياهم دول حقيق وقد حدث بعد عمر بشوية كده لما زارت فرق المبتدعة والكلام ده قال لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ولولا الرواد خالج البخاري ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف ييجي واحد متحزدق يقول لك حد الرجم أولا لا يبوز لسبب بسيط خالص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبح وليحد أحدكم شفرة وليورح ذبيحة قال لك نص لما تجد تتبح البهيمة أوعي تجيب سكينة تلمة كده وتروع وتشغل إيه كأنك بتعزف على العود وتروع تتبح فيها كده وتعزب البهيمة لازم تحد السكينة تماماً وتبع حمية جداً جداً وتخلص في ثواني قال لك يا أخي ده بهيمة بقول لك ريحة تيجي على مزل تدفنه وتفضل ترمي الحجارة في راسه هو ما عندكمش رحمة يعني أنا لما جيب حجر وإنت جيب حجر ونعد موت فيه وزي ما يقول العام بسبعة رواح ده حيموت على آخر النهار يعني هتعزبوه ها العزاب الأليم فيبقى عندكم البهيمة أحسن من المسلم ايه رأيكم في الشبهة دي اه ممكن تخيل اه اذا كانت المسألة كده يبقى ازاي تعزب واحد ده طب تشروهها طب تقتلوه الموت بالقتل الرحيم تدير حونة بنك ويا رب يتعطيه حيث بس تدير حونة بنك عشان ما يحش بليه ما يحش بليه يحش بالموت والكلام ده الجماعة دول لا يفهمون الحكم الحيوان اللي انت حتتباحه ده ما هي المصلحة في تعذيبه طلع لمصلحة واحدة حكمة واحدة انك انت تجيب سكينة تلمى ودعوه ايه شغال زي ما يكون شغال على الرباب ايه المصلحة بقى لا مصلحة على الاطلاق ولا حكمة انك انت تعزبه لكن ما هي المصلحة انك انت ترجم واحد زنا احنا قلنا زان محصن يعني ممكن الست تزني وتدخل على زوجها من ليس منهم ده لعب بالانساب وما فيش حد يعرف اساسا اذا كانت الستي دي زانت ولا لا اذا كانت بكر وزانت اه الدنيا بتبان يكون الامر بالحبل او الاعتراف او الشهود والبكر بيتعرف على طول لكن الثيب دي يتعرف ازاي الولد ده ابن زوجها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على مرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فالزنا يخلط الانساب ويصرف المراس الى غير المستحقين ويورث من القباح ما هو معلوم فهلضت العقوبة عشان كده انا عايز واحد يستقر التاريخ ويجيب لي النبي عليه الصلاة والسلام الرجم كم واحد للجماعة اللي خيطر من عقوبة الرجم يعني كم رجلا رجماه النبي عليه الصلاة والسلام وكم امرأة في حدود علمي انا معرفش جرماعز والغامدية ده في حدود علمي يعني ما ممكن يبقى فيه وانا لا ادري لكن معزو الغامدية طب لما ماحز جه اول ما قال له انا زنيت ام اخذ كده رجمه لا قال له لعلك قبلت قال له لا لعلك لمست طب لكل اسم زنة اه اسم زنة حديثة بهريرة الذي راه عنه ابن عباس قال ابن عباس ما رأيته اشبه باللمم مما حدثنا ابو هريرة قال صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس ها واليد تزني وزناها المش والعين تزني وزناها المظر وفي خارج الصحيح والفم يزني وزناه القبل عند ابي داود احمد بإسناد الصحيح يعني بإسناد الصحيح مسلم والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه يبقى عندي الزنا في حاجة اسمها زنا حكبي وزنا لغوي يبقى إذا نظر الرجل إلى امرأة لا تحل له فقد زنت عينه بس ما يطبقش عليه حد الزنا إلا إذا الفرج دخل في الموضوع يبقى زنا العين النظر يبقى دا اسمه زنا لفظي او زنا لغوي مش حكمي امتى يبقى حكمي إذا ايه إذا زن الزنا الكامل فممكن واحد يسمع زي مثلا ماعز أو غير وليده تزني وزناها ماء اللمس ييجي يقول ايه انا زنيت صح او واحد ضرب واحد عل او ماشى الى حرام مش دا كله اسمه زنا بمقتضى الحديث فبيقول له لعلك لمزت لعلك قبلت قال له لا فضل يتدرج معاه لحد معرف انه هو الزنا بمعناه الكامل حينئذ امر برجمه جاءت المر فقال لها لعلك قالت يا رسول لا ترددني كما رددت ماعزا انها حبلة من الزنا دغري كده تقول لعلك قبلت لعلك لامست لعلك لا هي حبلة من الزنا قالت خلاص انتظري حتى تضعي مولودك انتظرت حتى ما ولد ولدت جاءت به في خرقة قالت له انها ولدت يا شوفي اخي الالتفات يعني تتحدث عن نفسها ضميري الغائب لانها فضيحة انها ولدت كاني مش هي فقال ارضعي رضعي لحد ما جاء في بعض الروايات بعض الانصال قال والروايات الاخرى الاكثر ان الولد جاء بكسرة في يده وبعدين قم امر النميس عصلا بها فرجمات كم حالة زنا ظهرت بعد كده احنا ما نعرفش ما نقدرش يقول ما كانش في زنا اه ممكن يبقى في زنا بس لم يستوفي شروط واحد زنا من ورى باب من ورى جدار خبى نفسه بتاع الكلام ده ليس لنا اطلاقا ان احنا نفتش على الناس خارس لكن لو ان رجلا رأى هذا المنظر يمكن ان يزمي عندنا بقى اعتراضات بالجملة على نصوص الشرع وتحريف كمان انا لا انسى تفسير ما يسمونه بتفسير باطني او تفسير اشابي عندما الجاء الجاء يقول من ذا الذي يشفى وعنده الا باذنه اللاء الآية لها مفهوم مختلف وقراءتها كالآية من ذل من الذل من ذل ذي اسمه اشار الى الذات اي من ذل نفسه يشفى من الشفاء اعي فعل امر من وعن قراءتها ايه ده ايه ده بقى ايه صعب ده قرآن ده مش قرآن من ذل ذي يشفى عي ايه ايه ذل نفسه يشفى من امراض الكبر ومش عارف الكلام ده عي هذا الكلام ايه يكون منه على دراي ها نفس البني ادم ده يقولك في تفسير قول تعالى ان الذين كفروا سواهم عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون قالك الذين كفروا اهل الورع ازاي قالك ايوه ما هو الذين كفروا ايمانهم يعني غطوه اصل الكفر التغطية لما نقول مثلا كفر الزياد كفر الشيخ كفر البطيخ ها في ضمية الكفر البطيخ اي كفر من الكفور اصل ايه اصل البيوت التي التفت حولها الاشجار فكفرتها ووارتها عن الانظار وسمي الليل كافرا لانه يغط النهار وسمي الكفر كفرا لانه يغط الايمان وسمي الزارع في ارضه كافرا كمثل غيث اعجب الكفار نباته كفر من الزراع ليه لان الفلاع او الزارع بيحط البذرة في باطن الارض فيحجبها عن الانظار فسمي كافرا لانه لهذا فقال فقال الذين كفروا اي غط ايمانهم فلا يراه احد هؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره يا حلاو يعني بالشمع الاحمر يعني ها اشوف ختم الله على قلوبهم بالخير ما ما يدخلاش غيره الكلام ده ممكن بقى مقبول عند اي بنى ادم بيقرأ عربي ولا بيقف عربي اه ده بقى التفسير اشار وده عتراض بقى على الوحي وعلى ايات الليل لهم اهوال تشيب منها الرؤوس فالصحابة الاوائل كان الامان متقدم يجي الامر ينفزه فورا طب انا يعني هاختم بذكر بعض الوقاع اليسير عشان تعرف ازاي الايمان متقدم في مسل الامام احمد والحديث اصده صح مسلم بس القدر اللي انا حكيه مش موجود في صح مسلم لكن موجود في مسل الامام احمد بنفس اسناد مسلم قصة جولايبيب جولايبيب ده صحابي لم يكن جميلا وما كانش حد راضي يجوزه فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه والمسالة مسالة قلوب لمسالة شكل ولا بتاعم احنا كان عندنا زاهر واحد اسمه زاهر من الصحابة كان زاهر راجل بيأتي من البادية يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه حاجات كده من البادية زي احنا مثلا في الفلاحين لما بنروح المدينة انا اخ شوية تسمنا على شوية تمش على شوية تجيبنا حد على مش عالك الكلام ده للجماعة بتوع المدر هو بقى كان في البادية يجيب حاجات من المستطرفة دي للنبي عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضره لما ينزل الحضر ييجي عندنا وهو ايه من اهل البادية ففي يوم الايام زاهر ده ما كانش جميل يعني النبي صلى الله عليه وسلم شافه في السوق ام جاي من وراه ام غميه ها من ورا كده بيديه الاتنين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول من يشتري هذا العبد ببيع فلما سمع زاهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يألو يدعو ظهره في بطن النبي بحك فيه تمام والنبي عليه الصلاة والسنبولي من يشتري هذا العبد ام زاهر قال له ايه قال يا رسول الله اذا تجدوني كاسدا ما سواش ترطابط اللي يشتريني يشتريني ليه ما جيبش سعر يعني قال له لا ولكنك عند الله ربيح فالقصة لقصة وجه ولا قصة لبس ولا القصة دي خالص يوزن الناس يوم القيامة بقلوبهم كما في الحديث يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جراح بعوض فجليبدة كان برضو من هذا الجنس ليس رجلا جميلا فما كانش حد رجل يزوجه فالنبي عليه وسلم قال لواحد من الصحابة قال اني اريد ان اتزوج ابنتك او انكح ابنتك اني اريد ان انكح ابنتك النبي عليه وسلم قال لواحد اتزوج ابنتك قال له نعم كرامة ونعمعي وديك الساعة شوف اختباط الرجل فرح اما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال اني لا اريدها لنفسي اني اريدها لجليبيب اللجليبيب ها خط طيب حتى استشير امها خلاص وامواخت بعض ورايح لمين لمرأة قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينكح ابنتك قالت نعم كرامة ونعمعي قال انه لا يريدها لنفسي انه يريدها لجليبيب قالت جليبيب اني اخيه يعني ها جليبيب اني فهم ابوها ان يقوم الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ام البنت غير موافقة البنت بتسمع الكلام من ورا الستر نادت على ابيها وهو رايح للنبي عليه وسلم عشان يقول له امها لم توافق فقال اتريدون ان تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم امره عايزين تقول له لا ادفعوني اليه فلن يضيعني هو ده الايمان هي دي اللي عرفت معنى السعادة هي التي ابصرت في الوقت الذي عمي الكثيرون عن معنى السعادة اتريدون ان تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم امره ادفعوني اليه فلن يضيعني وتزواجها جليبيب ولم يقضي معها وقت وقتا يعني وخرج جليبيب والقدر لا الا وفصح مسلمان خرج جليبيب في غزوة من الغزوات بعد من ثلاث الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تفقدون احدا قال له نعم نفقد فلان لأو طيب هل تفقدون احدا ايو نفقد فلانا نععد يارف نتفقدون احدا لحد ما قاله لا نفقد احدا قال لكني افقد جليبيبا فذهبوا يبحثون عن جليبيب فوجدوه مقتولا الى جنب سبعة قتلهم فوقف النبي صلى الله عليه وهو يقول قتل سبعة وقتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه ولم يكن له من سرير اي من نعش الا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ايده يقول اسحاق بن عبدالله بن نبي طلحة فلقد رأيت هذه المرأة وانها لانفق اي من بالمدينة واقفين عليها طوابير يريدون يريدون خطبتها كانت انفق امرأة سوء هماش بسبب ايه بسبب قولها اتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره هذا الجيل لا يغلم هذا الجيل لا يهزم هذا الجيل الذي شرب العز وورثه لنا مع مقوماته وضيعنا يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم موقفتان رجل يلبس خاتم الذهب ويجلس مع مريض صلى الله عليه وسلم في جلسة فلما رأاه يلبس الذهب نزعه نزعا شديدا منه وألقاه على الأرض وقال يعمد وحدكم إلى جمرة من نار فيضعوها في يده الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف في المجلس والصحابي انصرف وراء وترك خاتمه فبعض الجلوس قال خذ خاتمك انتفع به هو محرم لبسه بالنسبة للجال لكن انت ممكن تاخده تعمله كنز ها تحويش بدل في الوس سألو أجيب دهب أو تعطيه لمرأتك أو لبنت من بناتك بس أنت كرجل لا تلبسه لأنه محرم عليك فواحد من الجلوس قال خذ خاتمك قال له ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله أعمل بإيه طرح ما أخده من إيده ورماه أنا ما مديش إيدي عليه موقف تار النبي عليه وسلم النبي عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله جمعة الراكي الصلاة صلوش دي صلاة واحدة من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي في ضمانه وفي أمنه ورعايته الطبراني رواه في الأوسط بسند فيه مقال اللي هي من الحكاية وإلا الحديث صحيح إن الحجاج بن يوسف ثقفي مرة كان عبد الله بن عمر وابنه سالم مع الحجاج وهم قاعدين كده جابوا واحد محكوم عليه بالإعدام فالحجاج قال لسالم خذ هذا الرجل واقتله على هذا النطع النطع الوجلد كده كان يتفرش على الأرض عشان لما يذبح واحد ولا يتقيته الحياة دمه ما ينزلش على الأرض أم سالم واخد الراجل وخارج وبعدين سأله سؤال قال له طب أصليت الصف قال له نعم قال خذ أي طريق اهرب بجلدك عشان إيه الحديث واحد في ضمان الله تتباحه ازاي والحديث هو المهم رجع سالم فالحجاج قال له ها أتلته قال له لا خليت سبيله هذا ازاي يعني أينك اتلته اتباحه قال إن أبي هذا وأشار إلى أبي ابن عمر كان جدا اسمه الحجاج حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فقال فقال له ابن عمر كيس والزكي إنما سميتك سالما لتسلم أنا عندي حديث والنبي عليه الصلاة يقول في من صلى الصبح فهو في ذمة الله كانوا وقفين أنا لو أعدت أسرد الحكايات طويلة جدا وكثيرة جدا الإيمان كان سابقا اللي هو متمثل في تكعيل مبدأ سمعنا وأطعنا لما أقول لك ما تأوش كتير ها يعني النهاردة مثلا بصراحة كتير اللي مش ملتحي مش ما كانش ملتحي ليه يقول لك هتعمل لي ملف طيب النهاردة ممكن هتعمل لك ملف هتوالك بس كتين لين مش بس دين أحلف لكم ها إنه مش هتعمل لك ملف يقول لك أصلا أي كمين ينزلوني أي عربية ينزلوني مش عايزيك كلام طب راحة الحدودة يزيد ولا عاد في حاجة ولا الكلام ده وانت كنت بتقول أنا بحب ربنا وبحب الرسول وعليل أتسنن والكلام ده وعلى فكرة اللحية حكمها الفرضية مش سنة كده زي ما الناس بتقول لا ومش عايزيك كل حكم الشرع والكلام طب أنا بقول لك يا سيدة حتى لو سنة وانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام ها لو قابلك في الطريق كده وقال لك أنت ليه لماذا تحلم هتقول له ايه تعرفت تجيب يعني إجابة مقنعة وهو قال لك أعف اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى وخالف المجوز مش حد يقول للأسيس ملتحي والحكم ملتح لأننا لسه آيل في العموم إن اسم الجنس المحلّف الألف ولم يفيد العموم فلما نقول خالفه اليهود مش الحكمات إنما كل اليهود كم يهود ملتح في العالم مفيش تقريبا إلا عشر في التريليون ما حنا التريليونات دلوقت المليون ده بقى الفكة اللي في جيوب ها ما هو عاطف عبيد بقى هو اللي علمنا المليار ما كناش نعرف نقول المليار دي ولا نقرب منه لو كنت تقول مليار كنت تحسني في حد يدك كده لا دلوقت بقى فيه مليار وتريليون ومليون المليون ده عد زمن ها مع الأستك ها مش كان يقولك الأستك والأرنب والكلام ده لا كل ده بقى تبع الشلينات والكلام ده ها فالنهار أنا لو عايز أشوف اليهود وكام مليون مليون أو كام الملتحين قدي فيهم ولا حال طب النصارى ده ما بينتحيش في قصص النصارى إلا المتعصر الملتزم إنما شوف الكاثوريك مثلا سيسيبك من الأرثوزوكس الأرثوزوكس شواء متمسكين يعني الأرثوزوكس موجود في الشرق الكاثوريك موجود في الغرب الكاثوريك منحلين ومشيين على حال شعرهم الأرثوزوكس مسكين شواء تلاقي الالتزام في الأرثوزوكس أكثر وتلاقي الداحية عند الأرثوزوكس أكثر يندر تلاقي حخام كاثوريك ملتحين مثلا في أوروبا أو أمريكا أو الكلام فالنهار ضل ملول وخالف النصارى ما تقوليش القصص حتى لو كانوا كلهم ملتحين لأنهم لها يشكلوا في جملة النصارى في العام يبقى المقصود مجموع النصارى أو مجموع اليهود مجموع المجوس كذلك القصة موجودة طيب افترض الصبح كده صباحنا الصبح لقينا كل اليهود ملتحين وكل النصارى ملتحين وكل المجوس ملتحين نعمل ايه نحلق ما هو أنك خالفه ها ما هو لازم نفهم ايه خالفه اليهود والنصارى ليه أنك أعفل ليه حتى هو ما يعفش لحيته طيب هو أعفل حيته وأعنف المطاب أحلى أنا بقى قال لك لا لأن اللحية من سنن الفطرة سنن الفطرة هي القدر الثابت في الدين الذي يتوارثه الأنبياء ولا يتغير بتغير الشرائع الشريعة التي تتغير وهي مجموعة الأحكام الجزئية المتعلقة بأمة من الأمة بخلاف الفطرة الفطرة هي الدين ها جزء من الدين عشان كده الأنبياء ايه يورثون الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها هو الدين نفسه فمن سنن الفطرة اللحية فلو أنهم جميعاً أعفوا لحاهم يبقى نحن أيضاً نعفي لحيتنا لأننا نشترك معهم في أصل الفطرة ويبقى سلمة فطرتك في هذه الدين فالنهاردة زال العائق اللي أنت كنت خايف منه فهل هذا يدعوك إلى أن تفعل هذا؟ ها؟ عشان لو النبي صلى الله عليه وسلم لقياك وقال لما لم تفعل كذا وكذا وقد زالت العوائق ما الذي يمكن أن تقوله له؟ أنا ممثل باللحية ليه؟ لأنها هي الهدي الظاهر الذي يميزك عن غيرك في أشياء أخرى عشان ما يفيش حد يقول لي يعني جات عن اللحية وتصدرت يعني ما أنتش لاقي غيرها ما تشوفي لحاجة غيرها ها؟ أنا أقصد أن دي من الهدي الظاهر الذي يميزك يعني أنا لو ماشي الشارع حد يختلف على أنني مسلم؟ ها؟ حتى لو كان عينه رايحة كده؟ ها؟ ما هو بقول لك رجل أحول وعنده بغبغان أحول مسك البغبغان حتى يحبه جوه الأفص عم حطه بره الأفص البغبغان حتى يهرب أم داخل جوه الأفص ها؟ ما هو؟ ها؟ فحتى لو واحد رايح كده حيختلف على أنني مسلم؟ أبد ليه؟ لأنني عنده هدي ظاهر بميزني وده نوع من أنوع العزة نوع من العزة إنك أنت تتميز وكل طائفة بتتميز بحاجة خلاص؟ لكن لو واحد مثلاً ماشي في الشارع بعد اختلاط الأزياء وكله بين البنطنو وأميس مش عارفينه الكلام لو بتاعه ممكن تعرف أنه مسلم؟ لا إلا إذا ظاهر عليه حاجة تدل عنه مسلم؟ علامة صلاة شيل سبحة في إيده مع أن السبحة برضو ما عادتش مميزة أوي يعني أصل السبحة جايلنا من الهندوس والنصار أخذ بالك وكتاب حكم السبحة للشيخ بكرة بوزيد أنا عايزكم تقرأ هذا الكتاب السبحة حكموها وتاريخوها برضو جايلنا من إيه؟ من الهندوس والكلام ده بتاعه يعني لو في حاجة تميز علامة صابة بتاع الكلمة غير كده لازم تطلع البطار طب لما أنت تكون ماشي في الشارع وإنت معروف كده أن أنت مسلم ولا يختلف عليك أثنان ليس هذا من علامات العزة مثلا ها؟ واحدة منترقبة ماشية في الشارع ما فيش حد يختلف على أنها مسلمة هي المسلمة فقط التي تنتقل غيرها ما ينتقلش من النساء يبقى فيه حاجات كده إيه؟ فيه حاجات تدل إليه الشعار زي علام الجمهورية كده اللي برافره الراية كل دولة لها راية تميزة شو ممكن؟ تختلط الرئيس ببعضها ولو أنت جلت علاقة عالم إسرائيل على عندنا على أصل الجمهور أو الحاجة يبقى الله مستعان ما أنا عارفش إيه اللي يحصل لك بالزبط على حسب بقى الحاكم الموجود يضربك بالنار ولا يعزلك ولا يحطك في السجن ليه؟ مع أنه ديقوا ماشي ديقوا ماشي والهوى بيرفرفهم من أتنين ها؟ بس أقلك لا دي حاجة بيكميز فإحنا كأمة مسلمة لنا أشياء مميزة ولذلك أنا أخدت ديك كشريح أنا مش عايز حد يزعل مني وتصور نابح رجل وإن أنا بقول الكلام ده لا هذا دين الله سبحانه وتعالى وفوق الكل وإحنا لسا بنقول الإيمان قبل القرآن فالصحابة بقى لما كان الإيمان سابق إذا جدهم أي حكم حتى لو كان مستغربا كانوا يسلمون به عشان الإيمان إيه؟ متقدم لكن لما تقدم القرآن وتخلق الإيمان بعده بدأ الدماغ يشتغل يقول لك عشان ما فيش إيمان متقدم يقول لك لا أنا مش مقتنع بدي اقنعني قد الفرق بين أبن الصحابة الكلام اللي قاله جند ابن عبدالله البجر قال تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان فازددنا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان إذن إخواني الوحي كان ثقيلا على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو نزع الله عز وجل حظ الشيطان من قلبه ومع ذلك شوف كانت إيل عليه الزي فالوحي ليس شيئا هين هذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل من أجله خلق الله في السماوات والأرض ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقامت سوق الجهاد وشربت الأرض من دم العباد كل هذا لتقوم هذه الكلمة عشان لتقوم 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 بكم في كل جامعة أدعى إليها وأفضل أن ألتقي بكم أكثر من لقائي بالناس في المساجد لأنني أعرف أن في شباب كثيرون بحمد الله عز وجل عندهم عاطفة في قلوبي ولكن لا يعرفون أين الطريق فهذه دلالة على هذا الطريق الوحي لأنه ليس في مقابل الوحي إلا الهوى كما قلنا في مقدمة المحاضرة تالين لبعض كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي أصبح الله عليه وآله وسلم وأسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا هو آخر العهد بكم يعني واحد من إخونا بعت سؤال عز له محاضرة كاملة لماذا كان الصحابة جيلا فريدا أعتقد أنني أجبت في تضعيف كلامي لماذا كان جيلا فريدا بهذه الكلمة التي قالها جندًا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن لو نحف على مبدأ سمعنا وأطعنا أعتقد أن مشاكلنا جميعا سبحان إن شاء الله أنا أشكر لإدارة الجامعة التي مكنتني من اللقاء بكم وأسأل الله تبارك حالا نبارك فيكم ومن أحذر قولا ممن بعى إلى الله وعمل صالحا